السلام عليكم طلبتنا الأعزاء سنكمل على المحاضرة الثانية للطفيليات ونأخذ مجموعة من الابتدائيات المصوطة الفلاجلاتد بروتوزوة أول مثال عليه هو طفيلي لجيار دي الأمبيليا الطفيلي هذا اكتشف لأول مرة من قبل العالم ليفن هوك وإذ وجده في فضلاته وبالنسبة لهذا الطفيلي الاسم العلمي ماته هو لجيار دي الأمبيليا البعض يسميه بلجيار دي ستنالس أو لجيار دي دي نالس ويعتبر هذا الطفيلي من الطفيليات عالمية الانتشار وينتشر غالبا في المناطق الحارة ويصيب الأطفال يكونون أكثر عرضا للإصابة بهذا الطفيلي وهو من الصوتيات الأكثر شيوعا في القناة الهضمية للإنسان المرض اللي سببه هذا الطفيلي هو مرض الجيار دي أسس دورة حياة الطفيلي راح نشوف بهذا الشكل مثل ما لاحظنا هنا بداية طور المعدل الطفيلي هو طور السيست طبعا في دورة الحياة الطفيلي موجود طورين هما طور السيست طور المتكيس وطور التروفوزويت الطور الخضري الطور المعدل العفو هو الانفكتيف ستيج هو السيست طور السيست شكله بيضوي الشكل طبعا راح نجيح لتفاصيل الأطوار مات الطفيلي لكن بداية السيست الناضج اللي يكون بيضوي الشكل يحتوي على أربعة أنوية بالإضافة إلى أعضاء الحركة ويكون محاط بغلاف ثنائي سميك وهذا الطور السيست مثل ما نلاحظ هنا هذا يجي شون صير الإصابة به الصير الإصابة من خلال تلوث الماء والغداء وكذلك الأيدي أو الأدوات اللي نستعملها بالطبخ الأدوات المعدنية إذا كانت ملوثة بطور السيست راح يؤخذ هذا الطور من قبل المضيف أو الإنسان من يأخذ الإنسان راح يمر هذا خلال المعدة ما تأثر عليه الإنزيمات الهاضمة ويوصل إلى الأمعاء الدقيقة في الأمعاء الدقيقة راح يبدأ هناك عملية الخروج الطفيلي من الكياس عملية الإكس ستيشن وراح يتكون عندنا من كل كيس راح يطلع اثنين من الطفيليات وحيث ينقسم السايتوبلازم وتنقسم أعضاء الحركة ويبدو راح يتكون الطور الجديد هو طور التروفوزويت والطور الخضري الطور الخضري راح يكون مثل ما نلاحظه بهذا الشكل هذا يحتوي على نواتين في مقدمة الجسم ويحتوي على تفاصيل أخرى شكله يشبه الأولد مان أو الرجل الكبير أو شكل الطائرة الورقية هذا في داخل الأمعاء طور التروفوزويت راح ينقسم بواسطة الانقسام الثنائي الطولي في شكل هذا مثل ما نلاحظ هنا نقسام الطور الخضري التروفوزويت وراح ينقسم هنا ويكون أعداد كبيرة هذه الأعداد الكبيرة راح تلتصق على بطانة الأمعاء وبواسطة قرص الالتصاق اللي موجود في قرص الالتصاق اللي موجود في مقدمة الجسم الطفيلي هنا بعد فترة عندما يوصل الطفيلي إلى الأمعاء الغليظة في الأمعاء الغليظة هذا التروفوزويت راح تددت عملية الديهايدريشن أو سحب الماء فيبدي هذا الطور التروفوزويت راح يتحول إلى طور الكيس بحيث تبدي تتقصر الأصوات ويبدي هنا العملية التكيس ويتكثف السايتوبلازم ويفرز طفيلي جدار سميك وشفاف ويتكون عندنا الكيس اللي هو في البداية راح يحتوي على نواكين وبعد فترة راح تنقسم هذه النواكين وكذلك تنقسم أعضاء الحركة فيتكون عندنا الكيس الناضج اللي هو يحتوي على أربع أنوية ويحتوي على أعضاء الحركة المنقسمة في داخل هذا الكيس والشكل البيضوي اللي واضح هنا هذي طبعا التروفوزويت وكذلك بالنسبة للسيست راح يمر مع الفضلات إلى البيئة الخارجية في البيئة الخارجية مع الفضلات هنا يمروا الأطوار الثنياناتهم لكن الطور السيست ممكن أن يبقى لفترة طويلة خارج الجسم في البيئة الخارجية ولكن طور التروفوزويت يعني ما يقدر يبقى خارج الجسم إلا لفترة قليلة ويعني ما يتعدى نص ساعة يتحطم هذا الطور وبالنسبة لي طور السيست راح يبقى لفترات وإذا عدتت عملية التلوث هنا بالغداء راح يعيد دورة حياته في الماء أو الغداء أو في الأدوات وكذلك الأيدي وإذن بالنسبة لي طور المعدل الطفيل هنا هو طور السيست أما الطور الدياغنوستيك ستيج الطوار التشخيصية هي طور السيست وطور التروفوزويت طور السيست وطور التروفوزويت لأنه نحن ناتم جاء يمرون وخصوصا في البداية قلنا يبقى التروفوزويت لفترة يعني بحدود ثلثة على نص ساعة يعني ممكن أن يبقى حي خارج الجسم وبعدين يتحطم فكل الطورين هم طور أطوار تشخيصية هذا ما يخص دورة حياته الطفيل وبالنسبة لي أطوار الطفيل أطوار الطفيل هنا راح نشوف طور التروفوزويت مثل ما قلنا وطور السيست هما طور في دورة الحيات الطور السيست طبعا شكله بيضوي يحتوي طبعا الكيس الناضج يحتوي على أربع أنوية بالإضافة إلى أعضاء الحركة اللي موجودة في داخل هذا ويكون جداره يحتوي على جدار ثنائي سميك بالنسبة للتروفوزويت التروفوزويت هنا طبعا الرسمة هنا هي مو كلش يعني مواضحة بس ما تنطي التأشيرات الصحيحة بشكل صحيح فاحنا نحتمد الرسمة اللي موجودة عندكم بالPDF يعني بالمحاضرة وبالنسبة لهذه الرسمة يعني هنا هنا موجود عندنا نواتية في مقدمة الجسم وعندنا إلى تزييف تسيق قرص الالتصاق اللي موجودisher هنا يعني يعني هو فصي الموجودات لقرص الالتصاق موجودات وهذا قرص الالتصاق اللي يلتصق من خلال الطفيلي في بطانة الأمعى بالنسبة للأصوات الأصوات هنا راح تتكون الأصوات أوتين شيء في مقدمة الجسم هنا من مولد الحركة مولد الحركة هو هنا نسميه بالكايني توسوم اللي تنشأ من عنده الأصوات طبعا أرمع أزواج من الأصوات الزوج أمامي اللي هو الانتريار فلاجلة وزوج البطني اللي هو الفلاجلة والذوج الخلف البوستيرير فلاجلة والزوج الأخير هو الكالاودل فلاجلة الزوج الثيلي فهذه هي الأصوات الموجودة في الطفيلي طبعاً موجود عندنا تركيب هو تركيب الموجود في متصف جسم الطفيلي هو الميدين بوديز وهي عبارة عن زوج من الأجسام الكبيرة والمقوسة وهذه الأجسام البعض يعتقد بأنها تسلد النهاية الخلفية للطفيلي أو أنها تدخل في عملية أيض الطاقة والميدين بوديز هذه صفة مهمة لهذا الطفيلي كذلك عندنا المحور الذي يمتد من مولد الحركة إلى نهاية جسم الطفيلي الذي يسميه البعض بالإكسونيام والبعض الآخر يعتقد بأنه هو الأكسوستايل أو الإبرة الخلوية أو المحورية وهذا الذي يمتد على امتداد الناحية البطنية طبعاً الشكل الطفيلي يكون هو محدد من الناحية الظهرية ومقعر من الناحية البطنية يبدأ يلتصق على بطانة الأمعاء أثناء ما يتواجد في الأمعاء طبعاً تحديداً هو موجود غالباً في الديوديونام في الجيجينام وكذلك في الجزء العلوي من الإليم وإذا أجينا قبل أن أذهب للإمراضية بالنسبة لهذا هو شكل الطور التروفوزويت هذا إذا هنا مصبب طبعاً هذا الشكل الطور الخضري ونلاحظ الأصوات المالتة والنواتين الموجودة وشكل الطفيلي هذا الشكل يعني يظهر هذا إذا كانت العينة أو السامبل يكون مصبب أما بالنسبة لي طور السست فلاحظ طور السست أيضاً هنا بيضة والشكل قلنا محاط بكيس ثنائي وجدار ثنائي العفو وموجود فيه أربعة أنوية يعني هنا البعض الظاهر منعتها والبعض الآخر ما ظاهر أربعة أنوية بالكيس الناضج وهو الطور المعدي طبعاً وكذلك على أعضاء الحركة اللي موجودة في داخل هذا الكيس بالنسبة للأمراضية المتسببة للطفيلي هذا الطفيلي المرض اللي يسببه هو داع الجيار ديالسز فمن الأعراض اللي تحصل هنا يكون هناك تشنج في الأمعاء ومغص ميعوي وسوء في الامتصاص طبعاً سوء الامتصاص يجي هنا نتيجة لإتصاق الأعداد الهائلة من الطفيلي على بطانة على طبقة الميوكوزة للسمول انتستاين وبذلك تمنع امتصاص المواد الغذائية والدهون في هذه المنطقة فلذلك راح يحدث ابنه نانه سوء امتصاص للمواد الغذائية بحيث يبدأ الشخص المصاب يحدث عنده فقدان بالوزر لعدم الاستفادة من المواد الغذائية وكذلك راح يتكون عندنا هنا اسهال دهني الاسهال الدهني هذا ناتجاً لعدم اتصاص الدهون في هذه المنطقة في منطقة العماء الدقيقة وكذلك ممكن أن يسبب هذا الطفيلي العراض الناتجة عندنا العراض الناتجة عندنا ممكن أن تكون بسبب السموم اللي ينتجها الطفيلي أو بسبب الجروح الميكانيكية اللي تحدث نتيجة لالتصاق الطفيلي على بطانة الأمعة نتيجة لذلك فممكن أنه هذه الاعداد الهائلة وكذلك المتحركة ممكن أن تؤدي إلى أن تنشأ بعض العوامل المرضية الأخرى اللي تستغل المنطقة المصابة أو المجروحة مثل البكتيريا واللي ممكن أن يسبب التهاب البكتيري في المنطقة بالنسبة للتشخيص نشخص هذا الطفيلي من خلال قلنا الطورين طور التروفوزويت وطور السيست أولا بداية نلاحظ الأعراض شنه اللي موجودة لدى الشخص المصاب وكذلك ممكن أنه نشخص من خلال طور التروفوزويت في المسحة البراز الحديثة يعني احنا قلنا هذا يتحطم هذا الطور مباشرة أو بعد فترة قليلة من خروج الفضلات من الشخص ولذلك يكون الشخص من خلال المسحة البراز الحديثة للاحظ وجود طور التروفوزويت كذلك ممكن أن نشخصه بإيجاد طور السيست وهو بشكل أساسي في البراز في البعد المعاملة بعملية السنتر فيوج اللي نركز العينة وناخذ الراس بمالتها وللاحظ طور السيست المميز لهذا الطفيلي هذا بالنسبة لما يخص الطفيلي